عبر مواطنون عن استيائهم من الفوضى العارمة في دائرة التسجيل العقاري بالجانب الأيمن من الموصل نتيجة نقص الكادر الوظيفي وعدم توفر وسائل الراحة اللازمة للمراجعين وأرجع مدير دائرة سبب الازدحام إلى تزايد المشاريع الجديدة وتسجيل الملكيات لعائلات الشهداء والمصابين مؤكدا أن هناك خطة لبناء دائرة جديدة تستوعب الأعداد الكبيرة بعد استحصال الموافقات الضرورية فيما طلب المواطنون الحكومة بإيجاد حلول سريعة لحل الأزمة الزخم الدائسير عدنا بالمديرية نتيجة المشاريع الجديدة تصير في محافظة نينو وبالجانب الأيمن بالأخص مثل مشروعين العراق السكني مدينة الغزلاني السكنية التي صارت تقريبا نظم أكثر من 7800 دونم وبالإضافة إلى التمليكات التي تصير لعوائل الشهداء والجرحة والمصابين عن طريق مديرية بلدية الموصل ولهذا أنه سوف أعداد المراجعين في مديرتنا أعداد كبيرة يعني يوم بعد يوم سوف نزيد هذه الأعداد بالنسبة للبناء إن شاء الله نحن متجهين لبناء دائرة بعد استحصال الموافقات الأصولية دائرة ستكون حسب المواصفات التي تخدم عمل التسجيل العقاري بحيث تستوعب أكبر أعداد من المراجعين المعروف أن هذه الدائرة نفس البناء من الأربعينات من الثلاثينات لحد الآن نفس البناء لا تغير أي شيء على الإطلاق روما أن الشعب زادت كانت شعبه واحدة بالسابق صارت الآن سألت أربع شعب لأربع شعب أو ثلاث شعب ما تكفي نفس البناء وبطابق واحد هذا ما ممكن أن يجريه نهائيا دائرة كفاءتها 20% لأن كوادر لا يوجد لا يوجد مكان لقاعة للجلوس لا يحتاجون عمارة أكبر مكان تبريد تدفئة المواطن يأتي ينتظر ينتظر معاملته براحة